موسيقى المعمارة هذا ما هوش موجود في أفريقيا كيفو عاد المصلح البلدي هو معلم أثري ومعلم ثقافي ومعلم فني معناها نادر والمصلح البلدي بالزينة متاعه ووقتي تشوفك الخطوط معناها لا ما ثماش هندسة هكا الخطوط واضحة لا ثم زينة وتبرقيش وتشوف انتي في الواجهة متاعه أبولون مع آلهة الشعر والفن اللي يتحدثوا معاه معناها معلم فريد من النوع كان هناك سعي لإنشاء حياة شبيهة بالحياة الأوروبية ولهذا بدأت تنبني تونس الحديثة تونس العصرية يعني تونس الأوروبية قبل المسرح البلدي هناك مسارح أخرى بنياته طابيا عام 1842 المسرح القرط الجني هناك كثير من المسارح بناها الأوروبيون سواء منهم الإيطاليون أو الفرنسيون أو المقيمون من هؤلاء فكرة المسرح البلدي نشأت انطلاقا من مجموعة البلدية بتعرف نشأت بلدية تونس وكان المجلس البلدي منقسم إلى قسمين أهل البلد ومنهم ثم أو ثلاثة أهل البلد جزء من اليهود والأوروبوين وكان رئيس البلدية التونسي ونائب الرئيس هو فرنسي وفي الواقع نائب الرئيس هو الذي في يده السلطة إذن فاك هناك مجلس بلدي في إطار أشرال المجلس البلدي وطلبات طبعا الجمهور الأوروبي بشكل خاص وتوفير حياة شبيهة بأوروبا المعلم هذا تم تشهيده سنة 1902 في مكان نفس هذا المسرح كان هناك مسرح هو في الواقع أيضا لكن من صنع من الخشب مصنوع من الخشب والمسرح البلدي في البداية تأسسه مش في هذا المكان تأسسه في شارع فرنسا وسنة 1885 برئاسة جون دانشي وهذا جون دانشي سيبقى أيضا مديرا للمسرح حتى بعد تأسيس هذا المسرح أول على المهندس معماري سيبني عدد من المعلم الآن هو جون إيميل غيسبلندي ترجمة نانسي قنقر